في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدور زوجات الضباط المرشحين للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج نظمت القوات المسلحة احتفالية بعنوان هي بالمصر وذلك بحضور نخبة من ممثلي وزارة الخارجية وبعض زوجات السفراء المصريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجات الملحقين العسكريين الأجانب وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى سفارات بالقاهرة كذلك بمشاركة رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وقد صرح المتحدث العسكري بأن هيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة في جهاز الملحقين الحربيين قد قامت بالإعداد والتجهيز لتنفيذ الاحتفالية بواسطة زوجات الدباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسي العسكرية وبالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة